شارك وزير الخارجية سمح شكري في الاجتماع الوزرية التحضيري لقمة المستقبل على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال كلمته أكد شكري الحاجة الملحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبية تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة ديون وتقليص ثجوة عدم المساواة وأكد شكر الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تدعيات تغير المناخ وإعادة إعلاء المبادئ ومبدأ المسئولية المشتركة ولكن متبينة الأعباء